تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامة قبل ازهاب مباراة مباشرة نتعرف منه على اخر الاجواء ونرجع حدلكم مرة اخرى فاضل يا فاروق كل الشكر لكابتننا الكبير لكابتن ايمان شاوي برحب بك كابتن ايمان وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان لصوت يعلو فوق صوت المباراة النهائية للنسخة رقم 90 لكأس مصر المباراة اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق بيرامد على استاد القاهرة الدولي والمقرر اقامتها في تمام الساعة التاسعة والربعة احنا هنا موجودين طبعا في مقر اقامة فريق للنادي الاهلي وطبعا كابتن ايمان عايز اطمنك على كافة الامور واخر استعدادات النادي الاهلي هذه المباراة الاهلي في مرحلة البحث تاريخ النادي الاهلي و37 بطولة كأس مصر النادي الاهلي في مهمة البحث عن الكأس رقم 38 في مواجهة طموح فريق بيرامد لتحقيق اول لقب لي لكن ان شاء الله لعب للنادي الاهلي النهاردة والجهاز الفني وكل اي 11 لعب هيكون موجود في ارض الملعب النهاردة ان شاء الله قادرين على اقتناص الكأس رقم 38 في تاريخ للنادي الاهلي طبعا احنا موجودين في مقر اقامة فريق للنادي الاهلي وخلينا اقولك برضو اطمنك على استعدادات للنادي الاهلي ان الفريق بالامس كان ادى تدريبه الاخير على ملعب مختار التتش قبل التدريب مستر مارسل كولر كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين تكلم طبعا على مباراة بيرامدز وعرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق بيرامدز في المباراة الاخيرة طبعا كل لعيب خلاص عرف دوره والامور اللي هيشتغل عليها مستر مارسل كولر في المباراة مستر مارسل كولر في كلامه مع اللعبين طبعا بيطمح بتحقيق لقبه الثاني مع النادي الاهلي تكلم مع بعض اللعبين طبعا الوافدين للنادي الاهلي انه طموح قدامكم ان انتوا تحققوا بطولة وتكون اول بطولة ديكم مع فريق للنادي الاهلي تكلم على اللعبين امثال طبعا دماروان عطية وخالد على خالد عبد الفتاح كريستو مجموعة من اللعبين طبعا اللي ان شاء الله النهاردة يتبقى اول لقب ليهم بإذن الله مع النادي الاهلي طبعا الى جانب التاريخ الكبير جدا للنجوم للنادي الاهلي ودور كبات النادلالي محمد الشيناو ورامر ربيع وعمر السلية وأيمن أشرف ودورهم في تحفيز اللعبين وده من الأمور اللي اتكلم عليها مستر مارسل كولر أيضا والجهاز اللي معاون نرفع الأمور النفسية للعبين لأنها بطولة أو مباراة بطولتين يا كابتن أيمن أنت عارف طبعا مباراة الفائس في أزيل المباراة بي أهلك طبعا لمباراة السوبر اللي تقام فيه أو ظبي يوم 5 مايو إن شاء الله العبت النادلالي يكونوا قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار في المباراة والتتويج بطلا لكأس مصر ومن ثم أيضا لعب المباراة السوبر أمام نادي الزمالك طبعا عقب المحاضرة الفنية انطلق تدريب النادلالي اللي شمل على جانب يعني بعض الجانب الخططية والبدنية من مستر مارسل كولر اختتم الفريق التدريب يعني فقرة التدريب على ركلات الجزاء تحسبا للجوء إلى ركلات الترجيع يعني عايز أقولك إن كل اللعبين في النادلالي أجادوا طبعا لذي المرحلة ومرحلة تزديد ركلات الجزاء إلى جانب تقلق محمد الشناو أحد الرهانات اللي بيران عليها النادلالي في هذه المباراة عايز أقولك إن الأجواء اللي احنا لمسينا هنا من اللعبين من الجاز الفني الجميع عنده ثقة عنده روح معنوية عالية جدا إن هم يفرحوا جماهير النادلالي عودة الجمهور اللي احنا شفناها بشكل كبير جدا في مباراة الهلال السوداني الديها ده وفع كبيرة جدا للعبين على الرغم إن وجود عشر تلاف أعتقد من جانب جمهور النادلالي لكن طبعا عشر تلاف من جمهور النادلالي بمقام مئة ألف أعتقد موصلين رسالة مهمة جدا للعبين اللعبين مركزين جدا إن هم يفرحوا كل جمهور النادلالي طبعا في مجموعة من الغيابات الطمنة من خلال الدكتور أحمد أبو عبلة على أحمد عبدالقادر يعني أحمد عبدالقادر كان اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية وبالتالي فضل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطب للنادلالي طبعا بالتنسيق مع مستر مارسل كولر اللي هو يريحه من هذه المباراة تعرف ما عندنا ضغط مباراة ده لسه في مباراة فرقه وسموحه وعندنا مواجهتين أمام الرجاء المغربي أكيد محتاجين واحد من اللعابة المهمة جدا النادلالي بيحتاجه في هذه المباراة أحمد عبدالقادر طبعا استمرار طبعا لي غياب أيضا بعض اللعابين سواء محمود متولي أيضا كريستو بيغيب عن هذه المباراة أيضا أيمن أشرف النهاردة طبعا بيعود لقائمة النادلالي وبيعود شادي حسين وبنشوف برونو سافيو عايزة طمينك أن كل الأجواء طبعا تعرف اليوم في رمضان يا كابتن أيمن خلاص اللعبة بيبقى في جلسات ما بين اللعبين في بعض الغرف محمد الشناوي ودور المهم جدا مع رامي ربيعة أن اللعبة كلها بيكون موجودين مع الكابتن محمد الشناوي ودوره أنه يشتغل في الوقت الطويل أنت عارف طبعا اليوم في الفندق في إصدال زل أجواء شهر رمضان الكريم بيبقى فيه وقت أطول للعبة تجلس يبقى فيه جلسات للعبين في جلسات صنعية جلسات من الكابتن ساد عبد الحفيز والكابتن سيمو أمصان مع المفراد مع الجهاز الفني مع اللعبين أريد أن أقول لك إحنا لمسين الأمر ده في وجوه اللعبين اللعبة كلها مركزة إن شاء الله أنها تحقق الانتصار في هذه المباراة وما يفرحوا كل جمهير للإتحاد المصري ولجنة الحكامة كانت أعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الحكم الدولي أمين عمر بيعاون في هذه المباراة أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال الحكم الرابع محمد عادل على تقنية الفار أحمد الغندور واثنين مساعدين عمر الشناوي وهاني عبد الفاتح كل اللي احنا بنتمنى توفيق ربنا سبحانه وتعالى للعبين اللعبين 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 في هذه المباراة نتمنى التوفيق لطاقم للتحكيم يدي النادل أهلي حقه يدي فريق برامز حقه نتمنى العدالة مش عايزين أكتر من العدالة من طاقم للتحكيم ولكن إن شاء الله كل توفيق لفريق للنادل أهلي فازية المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي